أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتتحت تكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبي وإذا كبر لغكوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبي ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود أخبرنا قطيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبي وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود أخبرنا قطيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة تكبر ورفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن قتاله قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحوير وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع أخبرنا يعفوه بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروب عن قتالة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحوير قال رأيت رفول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حادتا فروع أذنيه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبها ماه تحادي شحمة أذنيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا ابن أبي لئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان يرفع يديه في الصلاة مدى ويسكت هنيها ويكبر إذا سجد وإذا رفع أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصل ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فعلى ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمي قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخبرني محمد بن وهبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن عمر بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله فقال لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا اسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يمينه في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي النوائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يطلل فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرصغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على كفه اليسرى. وجعل حد مرفقه الأيمن على كفه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام وأخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك واللفل عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده فلما صليت قلت لرجل من هذا قال عبد الله بن عمر قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن سفيان بن سعيد بن الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالف السنة ولو راوح بينهما كان أخضر أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت المنهال بن عمر يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا استتعى الصلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هناك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمهرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أخبرنا عمر بن وثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحظمي قال أخبرني شعيد بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي غضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاشر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك أخبرنا يحيى بن أثمان الحمصي قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليماه عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جهدك ولا إله غيره أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جهدك ولا إله غيره أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وقتاده وحميد عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتاده عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهي قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتاده عن أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد لله رب العالمين أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بينما ذات يوم بين أغهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون من كوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آليةه أكثر من عدد الكوافر ترده علي أمتي فيختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب حدثنا ليس حدثنا خالد عن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقير قال سمعت أبي يقول أنبأنا أبو حمزة عن منصور بن زازان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتابة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمى أحدا منهم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياس قال أخبرني أبو معامة الخيفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز لراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالئ يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل أخبرنا محمد بن منصور عن سفيانة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخبرنا يسويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن معبر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رفول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما رفول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قد قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر منورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتين سورة البقرة لم تقرأ أحرفا منهما إلا أعطيته أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن معلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعنيك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج كنت يا رسول الله قوله قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم أخبرنا الحسين بن خريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني السبع الطول أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال السبع الطول أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حفين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم قد خالجنيها أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صناة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصر فقال أيكم قرأ بسرد اسم ربك الأعلى فقال رجل من القوم أنا ولم أرد بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجنيها أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وقال هل قرأ معي أحد منكم آنفة قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك أخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن أخبرنا الجاروت بن معاذن الترمدي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي بريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عبد الرحمن كان المقرمي يقول هو ثقة يعني محمد بن سعد الأنصاري أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة قال نعم قال رجل من الأنصار وجبت فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه فقال ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاه قال أبو عبد الرحمن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما هو قول أبي الدرداء ولم يقرأ هذا مع الكتاب أخبرنا يوسف بن عيسى ومحمود بن غيلان عن الفضل بن موسى قال حدثنا نسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا يجدئني من القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلا أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلم أنهما أخبرا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعقصت فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يكلمه أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونث بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها اثنى عشر ملكا فما نهنها شيء دون العرش أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيخصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيخصم عنه وإن جدينه ليتفصد عرقا أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قومه عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهلج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدره ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصرت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انقلق قرأه كما أقرأه أخبرنا نصر بن علي قال أنبأنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن ابن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعته شام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها قلت من أقرأك هذه السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبك ما هكذا أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هسام فقرأ كما كان يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاد عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكذت أن أعجل عليه ثم أمهلته وحتا صرف ثم لببته بردائه جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ ثورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما يتيسر منه أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارق أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ ثورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذت أثاوره في الصلاة فتصبرت حتى أسلم فلما سلم لبرته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ ثورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني ثورة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما يتيسر منه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته وملفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خولف فيه الحكم خالفه منصور بن المعتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسل أخبرني عمر بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأت على معفر بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيل بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبيل فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلهن شاف كاف قال أبو عبد الرحمن معقل بن عبيد الله ليس بذلك القوي أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حاك في صدري منذ أسلم إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم وقال الآخر ألم تقرأني آية كذا وكذا قال نعم إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف كل حرف شاف كاف أخبرنا قطيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإدر المعلقة إذا عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نفيا استذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور رجال من النعم من عقله أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاهي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر في الأولى منهما الآية التي في المقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت إن كنت لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فجر فيخففهما حتى أقول أقرأ فيهما بأم الكتاب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فللتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي عن سيار يعني ابن سلامة عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صليات الغدى بالستين إليها أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرك عن أمه شام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا صالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل باسقات لها طلع نضيد قال شعبة فلقيثه في السوق في الزحام فقال قاف أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعود المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمر بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشم تكورت أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله والأفضل قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رفول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على خدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف فقال لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لا ميم تنزيل وهل أتى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوالة وأخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أكرمة ابن خالد عن جعفر ابن المطلب ابن أبي وداعة عن أبي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاف عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيفة عن عطاء بن يسار أنه أخبر أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا بريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت أخبرنا محمد بن منثور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا قطيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارف بن هشام عن أبي هريرة مثله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء شقت ومن هو خير منهما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن نوسى عن عطاء بن نيناء عن أبي هريرة ووكيع عن سفيان عن أيوب بن نوسى عن عطاء بن نيناء عن أبي هريرة قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى السماء انشقت واقرأ باسم ربك أخبرنا حميد بن مسعدة عن سليم وهو ابن أخضر عن التيني قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إلى السماء الشقة فسجد فيها فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذك يعني سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن عطاء قال قال أبو هريرة كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رفوض الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا صالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رفوض الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران قال حدثنا سلم بن قطيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات أخبرنا محمد بن شجاعن المروذي قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالطف عند أنس فصلى به من الظهر فلما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن عقية بن خيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى يطولها أخبرني يحيى بن بغست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القنات قال حدثنا خالد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتاد تحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين الأوليين يسمعنا الآية كذلك وكان يطيل الركعة في صلاة الظهر والركعة الأولى يعني في صلاة الصبح أخبرنا عمران بن يزيد بن خارج بن مسلم يعرف بابن أبي جميل الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتاد تقال حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتاد أن أباه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطول الأولى ويقصر الثانية أصبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وثورتين وفي الأخرين بأم القرآن وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة من صلاة الظهر أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وعن أبي سلم عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل الركعة الأولى في الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد ابن سلم عن سماك عن جابر ابن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن سماك عن جابر ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يقشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح بأطول من ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال يا جاري هلومي لي وضوءا ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يجم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديف عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارف عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الأنسان وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر قال مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح بسورة البقرة وصل الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أمه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمستلات أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد للمقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيع أن عبد الرحمن بن هرمز حدث أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدث أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن زبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر قال نعم قال فمحلوفة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين ألف نامين صاد أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أخبرني عروة بن زبير أن مروان بن الحكم أخبر أن زيد بن ثابت قال ما لي أراك تقرأ في المغرب لقصار السور قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين قلت يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين قال الأعراف أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشاب بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت لصلاة المغرب بسورة الأعراف قرقها في ركعتين أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثني أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال حدثنا عمر بن الحارف عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رزلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاةهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء فعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطى قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فسألته ماذا يا رسول الله قال الجنة أخبرنا قطيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صع صعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساخ عن غبيع بن خثيم عن عمر بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن قال أبو عبد الرحمن ما أعرف إسنادا أطول من هذا أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن ديثار عن جابر قال قام معاذ فصل العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء فطرت أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال لكم النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يخشى وقرأ باسم ربك أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأت العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال سعد أتأذ في الأوليين وأحلف في الأخرين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال وقعناث من أهل الكوفة في سعد عند عمر فقال والله ما يكتم الصلاة فقال أما أنا فأطلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين قال ذاك الظنبك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لأعرف المظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سورة في عشر ركعات ثم أخذ بيدع القمى فدخل ثم خرج إلينا عن القمى فسألنا فأخبرنا بهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله قرأت المفصل في ركعه قال هذا كهذي الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن كان يقرأ نغائر عشرين سورة من المفصل من آل حاميم أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائد قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهم السلام أخذته سعلة فركع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحمق عن سلة بن زفار عن حذيفة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن عياث عن العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار أخبرنا نوف بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو بن إياس عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال بمنيع يجهر بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن جاء الله ومن جاء الله ومن جاء الله يجهر ومن جاء الله وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا نسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريسي أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتابه قال سألت أنسا كيف كانت قراءة ركول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم قال ابن عوسجة كنت نسيت هادة زين القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أخبرنا قطيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وحب قال أخبرني عمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبر أن أبا سلمة أخبر أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي بازمارا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قال ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونسى عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبره ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجده ثم يكبر حين يخوه من الثنتين بعد تشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحوير فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منك بيه وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها قلبه في الركوع والسجود أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبطط أحدكم زراعيه كالكل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعب عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصادر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا عمر وهو بن أبي قيس عن زبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع فضق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإنساك بالركب أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن أبي عفور عن مصعب ابن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتيه فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيه قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد دهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على ركب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عادي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعلك ثم ارتفعنا إلى الركب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر إنما السنة أن أخذوا بالركب أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمر قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلنا بلى فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافى ابطيب حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجافى ابطيب حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك أربع ركعات ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء ابن السائب عن سار من البراد قال قال أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قلنا بلى فقام فكبر فلما ركع جافا بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه وصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصر رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبته أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا حميد بن مسعدة عن أشعة عن محمد عن عبيد عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعا وعن القسي والمعصفر أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن نبس القسي وعن نبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع أخبرنا عيسى بن حمد زغبة عن الليس عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث أن أباه حدث أنه سمع علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع أخبرنا قطيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع أخبرنا أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس ففوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راقعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال ألبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صلعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده تبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوث رب الملائكة والروح أخبرنا عمر بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمر بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالت يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكس قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أخبرنا عمر بن عالي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم قال حدثني عم الماجشون بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري وعظامي وبخي وعصري أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت وعليك توكل أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالم أخبرنا أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي ابن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة ابن رافع وكان بدرية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل للمسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتذل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتاب قال سمعت انسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتم الركوع والسجود اذا ركعتم وسجدتم اخبرنا ثويد بن نصر قال انبأنا عبدالله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني ابي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه اذا افتتح الصلاة واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمد هكذا واشار قيس الى نحو الاذنين اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن ذريع قال حدثنا سعيد عن قتاب عن نصر بن عاصم انه حدثهم عن مالك بن الحوير انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع اذنيه اخبرنا 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 عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن زهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين اخبرنا محمود بن غيلان المروز قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمة عن عبد الله انه قال الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا مرة واحدة اخبرنا سويد بن مصر قال انبأنا عبدالله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى منكبيه واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم وكان لا يفعل ذلك في السجود اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحم اخبرنا هناد ابن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الايمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا رفع فاركع واذا رفع فارفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحم اخبرنا محمد ابن سلم قال انبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم ابن عبد الله عن علي ابن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعة ابن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الرجعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل انا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدعونها ايكم يكتبوها اولا اخبرنا قتيبة عن مالكا عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمد اقولوا ربنا ولك الحمد فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتاد عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله انه حدثه انه سمع ابا موسى قال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا طفوفكم ثم دي امكم احدكم فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله واذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبع كلمات وهي تحية الصلاة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وتجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عقاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن نيناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركع يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمشيء أهل الثناء والمشيء يقول حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده عبنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمشيء خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم وكان يقول في ركوعة سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وتجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سؤل هل قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد قال بعد الركوع أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده فالركعة الثانية قام هنيها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين بمكة اللهم اشبذ وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف أشبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحم ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشجد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النظر قال أنبأنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمر بن مرة وأخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب وأقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد ركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت شهرا يلعن رعلا وذكوان وليحيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم العن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم ترك أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي قال صليت خلف رطول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفه أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاة أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاف عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وهو ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا خائمة أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحادي به ما فروع أذنيه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطاني قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وعيث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير أخبرنا زياد بن أيوب دل نويت قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب وجهه وكثاه ورقبتاه وقدمه أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال بطرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين مختصة أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح ويوسو بن عبد الأعلى والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين أخبرنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا المعل بن أسد قال حدثنا مهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدك على الأنف واليدين والركبتين وأفراف القدمين أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثيان على يديه ورقبتيه وأطراف أصابعه قال سفيان قال لنا ابن طاووس وضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه قال هذا واحد واللصف لمحمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من صفتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعيدية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن قطيه وفتخ أصابع رجليه مختصر أخبرني أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة أخبرنا إسحاق ابو إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم زراعيه في السجود افتراش الكلام أخبرنا عبي بن حجر المروزي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا ابن شميل هو النظر قال أنبأنا يونث بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جفا أخبرنا قتيبة قال أحدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة إبطيه إذا سجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن نيمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة أخبرنا إسحاق ابو إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتذلوا في السجود ولا يبصط أحدكم ذراعيهم بصاق الكلب اللفظ لإسحاق أخبرنا علي بن خشر من المروزين قال أنبأنا عيسى وهو تيونس عن الأهمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليس قال حدثنا قالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب والفتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير أخبرنا أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيدا وهو بن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارف أن ابوكير حدث أن كريبا مولى بن عباس حدث عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارف يصلي ورأسه معخوص من ورائه فقام فجعل يحرده فلما انصر فأقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضغائر سجدنا على سيابنا اتقاء الحرب أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتال عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف في ظهري في ركوعكم وتجودكم أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي قالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن نبس القسي وعن المعصر المفدمة ولا أقرأ تاجدا ولا راكعا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا ابن وهب عن يونس والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدث أنه سمع علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا أخبرنا أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس قال كشف رطول الله صلى الله عليه وسلم السطر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغ ثلاث مرات إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رجزين وهو كريب عن ابن عباس قال جدت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وردوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مطجعك فجعلت ألتمثه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلمت أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظلنت أنه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو ساجد يقول رب اغفر لي ما أسررت وما أعلمت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عم الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن سجد وجهي بالذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا يحيى بن غثمان قال أنبأنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم لك سجد وبك آمن ولك أسلم وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا يحيى بن غثمان قال أنبأنا بن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هربوز الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلم اللهم أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاي قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره لحوله وقوته أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وقدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من صفتك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليك عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمر بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وكوضأ ثم قام فهذا من البقرة والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة فعال مثل ذلك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بثورة البقرة فقرأ بنئة آية لم يركع فمضى قلت يختمها في الركعتين فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمم وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره أخبرنا بن دار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي عن شعبة قالا حدثنا سعيد عن قتاذة عن مطرف عن عائشة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وتجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن معنوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عميه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله ادخل رجل فأتى القبلة فصل فلما قضى صلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين أو ثلاث فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورشليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترفي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترفي ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعده على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترفي فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياذ الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوءه وبحاجته فقال سلي قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريس قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها قطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها قطيئة أخبرنا محمد بن ثليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جارسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاع والآخر منصد قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرثل وذكر الصراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرع الله عز وجل من القضاء بين خلقك وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع سجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السين أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي عقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسين فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإلى الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني اغتحلني فكرت أن أعجله حتى يخضي حاجته أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن دخين ويحيى بن آدم قالا حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن قمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاده هشام قال حدثني أبي عن قتاذة عن نصر بن عاصم عن نارك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعلا مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعلا مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعلا مثل ذلك كله يعني رفع يديه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يغفع بين السجدتين أخبرنا محمد بن عبد الأهلى قال حدثنا قالد حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ ذو البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع رأسه لربي الحمد لربي الحمد وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا ندرك كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بميناء في مسجد الخيف فكان إذا سجدت سجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت أنا ذلك قلت لوهيد بن خالد أن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنع فقال له وهيد فاصنع شيئا لم نرى أحدا يصنع فقال عبد الله بن طاووس رأيت أبي يصنع وقال أبي رأيت ابن عباس يصنع وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيا عن شعب قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وتجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السوا أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوا بيديه حتى يرى وضح ابطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخيه اليسرى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاد قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع خلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآفرة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم عن صالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وطر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جابسا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدث كرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدة ثم قام فاعتمد على الأرض أخبرنا إسحاق بن منثور قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عنوائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا مصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قالا حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا واللفظ لسوار أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال إن من سنة الصلاة أن تبجع رشلك اليسرى وتنصب اليمنى أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمر بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدث عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أبجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخده اليمنى ونصب أفبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخده اليمنى وأشار بأخبوعه التي تل الإبهام في القبلة ورمى بصبه إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرنا زكري بن يحيى السجدي يعرف بخياط السنة نزل بدمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا بن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أنبأنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتي ثم أشار بأصبعه أخبرنا يعقوبه إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا محمد بن المتنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوث عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمداً صلى الله عليه وسلم علم خواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوث عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى آخر التشهد أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا يحيا وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارف أن زيد بن أبي أنيسة الجزر حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعن قمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أخبرني محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن حمد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال عبيد الله قال زيد عن حمد عن إبراهيم عن علقمة قال لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حارث بن عطية وكان من زهاد النأس عن هشام عن حمد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام هو الدستوئي عن حمد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نفلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشفض التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال أبو عبد الرحمن أبو هاشم غريب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن دكين قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشفض كما يعلمنا سورة من القرآن وكفه بين يديه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على رسال نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا أبو الأشعة أحمد بن المقدام العجري البصري قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونث بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن أبي سبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشفد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن وهو ابن نافل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشفد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أخبرنا الحيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الغبس قلت حتى يقوم قال ذلك يريد أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال حطيم عن من تحفظ هذا فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم سكت فقال له حطيم وعثمان قال وعثمان أخبرنا عنه بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صلى علي بن أبي طالب فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير فقال عمران بن حسين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللطب له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال سمعته يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمير قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمر بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس وأمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر يؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع الأفقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصر فقال لأبي بكر ما منعت إذ أومأت إليك أن تصلي فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما بالكم صفحتم إنما التسقيح للنساء ثم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تمين بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس اسكنوا في الصلاة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن نسعر عن عبيد الله بن القرطية عن جابر بن سمرة قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بخير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صحيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت صحيبة وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال كان يشير بيده أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عقاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه أخبرنا ختيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فردعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشر أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمر بن الحارث قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد عليك قال إني كنت أصلي أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريس واللفظ له عن صفيان عن الزبري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمزح الحصى فإن الرحمة تواجهه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارع أو زعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمر أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لكثفن أبصارهم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزوري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جاس أنه سمع أبا در يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يرتفت فإذا صرف وجههم صرف عم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعة بن أبي الشعفاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفات في الصلاة فقال اختلاث يختلفه الشيطان من الصلاة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنثله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أشعة بن أبي الشعفاء عن أبي عطية عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنثله أخبرنا هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا المعاف بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة إن الانتفات في الصلاة اختلاث يختلفه الشيطان من الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما يسلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يميلا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف بحر أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر بن سليم عن أبي قتاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمر بن زليم عن أبي قتاد فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن ثنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعه والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مطلعه أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى والغفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق لنساء زاد بن المثنى في الصلاة أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونسى عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المثيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق لنساء أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش وأنبأنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق لنساء أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق لنساء أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارف العكري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا بن عياش عن مغيرة عن الحارف العكري عن ابن نجي قال قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل هو مدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحن حلي أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرح بيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه قال قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلاف فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحن حنصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حمد بن سلمة عن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز مرجل يعني يبكي أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا ولما يفرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يده قال إن عدو الله إبليس جاء بشيئا شهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موسقا لها يلعب به ولدان أهل المدينة أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلم أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عقاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنا حديث عقد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ورجال منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال يا رسول الله ورجال منا يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عقس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي ما لكم تنظرون إليه قال فضرب القوم بأيديهم على أفكابهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن قال ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في قبل أحد والجوانية وإن اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاء وأنا رجل من بني آدم آتف كما يأسفون فسكتها سكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك عليه فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعوها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل قال في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة فاعتقها أخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوخطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرني عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد عليه فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد عليه فلما يسلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين أخبرنا الحسين بن خريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد عليه فأخذني ما قرب وما بعض فجلست حتى إذا قضى الصلاة فقال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحين فقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة وعليه جلوث فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم أخبرنا قميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء قال قال أبو هريرة ولكني نسي قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى حشبة معروضة في المسجد وقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قفرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهذاه أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قفرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذا اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجود أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر أخبرنا محمد بن سلمة قال أحدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أخفرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد رفلة جوده أو أطول ثم رفع أخبرنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقفرت الصلاة يا رسول الله أم نسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جارث بعد التسليم أخبرنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلم فقالوا قطرت الصلاة فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين أخبرنا عيسى بن حمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرت فأدركه يشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص الصلاة ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال أحبرني أبو سلم عن أبي هريرة قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له بل الشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة أخبرنا يا محمد بن رافع plays قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسنة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر أسلم في ركعتين وانصر فقال له ذو الشمالين بن عمر أنقصت الصلاة أم نسيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حسنة أخبره أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا شعيب قال أنبأنا الليث عن عقيد قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حسمة عن أبي هريرة أنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيل بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم دي يدين سجدتين بعد السلام أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارث قال حدثنا خسابة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون وخالد للحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسى بوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم سلم أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الفرباء فقال يعني نقفت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق قالوا نعم فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المتنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جاز فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن هنهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتم ثم يعني يسجد سجدتين ولم أفهم بعض حروفه كما أردت أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن نسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرع أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاةه فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدتين أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الهضيل يعني ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين سهو ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاةه شيئا؟ قل يتحرى الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد فجدتي السهل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا صالد بن الحارث عن شعبه قال كتب إلي منصور وقرأته عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الرهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث؟ قال وماذا؟ فأخبروه بصنيعة فتنا رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به وقال إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين أخبرنا سويد بنصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس أخبرنا سويد بنصر قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال من شك أو أوهم فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين أخبرنا سويد بنصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحر الصواب ثم يسجد سجدتين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد تجدتين بعدما يسلم أخبرنا محمد بن هاشم أنبأنا الوليد أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين قال حجاج بعدما يسلم وقال روح وهو جالس أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلة فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط فإذا قضي التثنيب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلة فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبه عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسة فسنى رجله وسجد سجدتين أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شميل خال أنبأنا صعبة عن الحكم ومغيرك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به من ظهر خمسة فقالوا إنك صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة خمسة فقيل له فقال ما فعلت قلت برأسي بلى قال وأنت يا أعور فقلت نعم فسجد سجدتين ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسة فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة قال له فأخبروه فتنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن نالك بن مهول قال سمعت الشعبية يقول سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا أعور قال نعم فحل حبوته ثم سجد سجدتين سهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسة أخبرنا يا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسة فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت خمسة فقال أكذلك يا أعور فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر نحسلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذا قالوا صليت خمسة قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون فسجد سجدتيني ثم انفتن أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أنا معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبحنا فتم على قيامه ثم سجد سجدتيني وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين أخبرنا أحمد بن عمر بن السرخ قال أنا بأنا بن وقب قال أخبرني يا عمر ويونس والليس أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحين تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهم الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شفه متوركا ثم سلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أفجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد تنتين الوسطى والإبهام وأشار أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فاشترش رجله اليسرى ووضع لراعيه على فخذهه وأشار بالسبابة يدعو بها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتاء ذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فاشترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الأبهام والأسطى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخة فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب بن عمر فقلبت الحصى فقال لي بن عمر لا تقذب الحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان وفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى وأبجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بأصبوعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليه قال حدثني أبي النوائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها مختصر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رقبتيه ورفع أصبعه التي تم الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على رقبته باصطها عليها أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجات قال ابن جريد أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها قال ابن جريد وزاد عمر قال أخبرني عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار عن الموطلي عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن ممير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أحب أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدري قال حدثني مالك بن مير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة وضعا ذراعه اليمنى وضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى وضعا ذراعه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفهم يسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته أخبرنا أحمد بن عمر بن السر عن ابن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتختفن أبصارهم أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيف ابن سلم عن ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشكد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طاول عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون سورة من القرآن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمة عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أهدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة وأنبأنا محمد بن المسنة قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعرية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق أخبرنا عبد الوهاد بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهه فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع خضالة ابن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسلطاطة أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والأكلة عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصري أنه قال أتانا رفول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعب بن عبادة فقال له بشير بن سعب أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رفول الله فكيف نصلي عليك فسكت رفول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد والسلام كما علمتم أخبرنا زياد بن يحيا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصري قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم أما السلام فقد عرقناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ولا نعلم أحدا قال فيه عمر بن مرة غير هذا والله تعالى أعلم أخبرنا سويد بنصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليه فكيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر القال حدثنا مجمع بن يحيا عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رخول الله كيف الصلاة عليه قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا أبيض الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبي عن عثمان بن حكيم عن خارج بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضرة عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن عمر بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد السعيد أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أبو عبد الرحمن أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شط أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا حميد بن سلم عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قالا حدثنا يحيا قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به أصبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله عليني كلمات أدعو بهن في صلاتي قال سبح الله عشرا وحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجة يقول نعم نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حص بن أخي أنس عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلم فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا خيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال وَلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابِ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى أخبرنا عمر بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوب إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصناد حي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمياد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شجات بن أوسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حمياد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنا عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسط عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوك فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعينك الغيب وقدرتك على الصل في أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن أوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته فقالت نعم كان رفول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعة عن أبيه عن مسروه عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعود من عذاب القبر أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبيه عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمماء اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصري عن المعافى عن الأوزاعي وأنبأنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب الخبر وفتنة المحيا والمماء ومن شر لنسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدى له خبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشفت أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو بن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فطففة فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين عاما قال ما صليت منذ أربعين سنة ولو ميت وأنت تصلي هذه الصلاة لميت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن خبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدث أن رجلا دخل المسجد فصل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصل ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثة فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني فقال إذا كنت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاةك أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبدالله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك للأنصري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جارسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرست فأريني وعلمني قال إذا أردت أن تصلي فتوضع فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تم ومن تقصف من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا عن سعيد عن قتاد عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض صده قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مصعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جاير بن سورة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخير الشمط أما يكفي أن يضع يده على فخده ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعن القمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطب ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى ضياب خده ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك أخبرنا للحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريت أنبأنا عمر بن يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساءه أخبرنا يا قتيبة قال حدثنا يا عبد العزيز يعني الدرع وردية عن عمر بن يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساءه أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صادح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله أخبرنا محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأب الأحوص قال حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فراثن القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبقية عن جابر بن سورة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمث إذا سلم أحدكم فليلتفث إلى صاحبه ولا يونئ بيده أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوديت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونث بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهل أخبرنا يسويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن أكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهل وهو جالس ثم سلم قال ذكره في حديث ذي اليدين أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المؤلب عن عمران بن حفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقال الخرباق إنك صليت ثلاثا فصلى بهم الرجعة للباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهل ثم سلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمر بن عون حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانفراف قريبا من السواب أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة أخبرتها أن نساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قم نوتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبر فلما صلى الحرف أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيا بن آدم عن سفيان بن عيين عن عمر بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أخبرنا يا محمد بن سلم تقال حدثنا بن وهب عن الليس عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دور كل صلاة أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبية حدث أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن خدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصب عن عبد الله بن حارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخبرنا محمد بن شجاع للمرؤوذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والسناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أب الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعته من عبدة ابن أبي لبابك وسمعته من عبد الملك ابن أعين كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخبرني محمد ابن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أب العلاء عن وراد قال كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إلى سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم الخيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبت فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعدني من حر النار وعذاب القبر أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي خلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمك وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وحدثني كعب أن صهيبا حدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا قلت عنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة أخبرنا يحيا بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عقاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحفيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خمسون ومئة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مبجعه سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فهي مئة على اللسان وألف في الميزان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمائة سيئة قيل يا رسول الله وكيف لا نحسيهما فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منانه فينمه أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة عن أصباط قال حدثنا عمر بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهم يتبحوا الله في دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره أربعا وثلاثين أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يتبحوا دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدوا ثلاثا وثلاثين ويكبروا أربعا وثلاثين فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبحوا دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين قال نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك أخبرنا عبيض الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن فضير بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فتلك مئة قال سبحوا خمسا وعشرين واحمدوا خمسا وعشرين وكبروا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فتلك مئة فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصارين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم قال ألا أعلمك يعني كلمات تقول لهم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو بن بشير عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينثقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين ولا إله إلا الله عشرة فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم أخبرنا أحمد بن حص بن عبد الله النيسى بوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبل صلاة الغداة مئة تسبيحة وهلل مئة تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أخبرنا محمد بن عبد الأهل الصنعاني والحسين بن محمد الزارع واللغض له قالا حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وطر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زفير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمر كنت تجارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يسادي قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه أخبرنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما علي أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرا فيه عن يسادي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن محولا حدث أن مسروق بن الأجدع حدث عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله أخبرنا علي بن خشر من قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان نساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فكان إذا سلما صرفنا متلقعات بمروطهن فلا يُعرفن من الغلس أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المستار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرار فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قلنا ما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي ذند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال ثمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخانسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفلسنا قيام هذه الليلة قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصر فحسب له قيام ليلة قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر قال داود قلت ما الفلاح قال السحور أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصر فيتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس بسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكاربت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو بن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قويش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب